محمد صلاح سوبر هاتريك المباراة اللي فاتت تواهق كالعادة مش طبيعي هدى في منتخب مصر التاريخي في تصويرات كسر العالم 15 هدف محمد صلاح حتى قبل المباراة الماضية حاسية نسخة مختلفة مع روي فيتوريا بكلمة نسخة محمد صلاح مع المنتخب مش نسخة محمد صلاح عموما مختلفة تكتكان وفنين في المرحب محمد صلاح ماشي بمعدلات تكتة كونسابة مع ليفربول طب امتى بحس ان صلاح بيبعد احيانا عن التسجيل او الصناعة لما بيخرج من منطقة الخطور لما يوصل على الطرف تماما ما بيبقاش انسايد وينجر بيبتر يشتغل على الطرف فيفتح لزميله فيبقى سستر اكتر منه راجل بيروح على الجن وده الميزة الكبيرة لصلاح استخدامه في ليفربول وراجل بقى من ساعة مراح ليفربول ست 7 سنين هو الهدفة على ليفربول واكتر لعيب بيسجل واكتر لعيب بيصنع في الفرقة ليه لانه بيروح لمناطق الخطور وده اللي كلوب لما غير مكان صلاح ورجعه تاني في مركز الجناح وطلب منه انه هو يفتح الملعب ويعتمد على اختراقات العيبة اللي جاية من العمق او ان فيه فروت تاني سابت وصلاح ما بيخشش جوه 18 كتير قلت الفعالية بتاعت محمد صلاح كتير طيب روي فيتوريا كان بيحاول يعمل ده بدليل انه هو كان بيحط زيزو في مركز 8 عشان هو اللي يفتح على الخط لكن ببلورت في ان صلاح بقى مهاجم صلاح ما بقاش بيلعب جناح خالص صلاح بقى يدخل انسايد فبقى عندك الفعالية لاني ما عندك اتنين مهاجمين عندك مصطفى ومعه صلاح وبيفتح الملعب طيب المنافس حجم المنافس خلى لك مساحة انك تقدر تعمل الافكار دي فالاختبار طب هي جات من ايه ليه الرجل غير ونقل صلاح تماما لمهاجم في المباراة زي دي المباراة دا تحمل رقم واحد اتنين لا اوة كان فيه مشكلة في الفعالية الهجومية تحديدا في مباراة تونس تحديدا في مباراة الجزائر فانت روحت لما لعبت فرق متقربة معاك في نفس المستوى لقيت ان عندك مشكلة كبيرة مشكلة في الفعالية انا قدر ودي زيزه في الجناح اليمين وياتقلق مش هيقبار محمد صلاح لكن هيقدر يعمل الدور زي ما هو مكتوب يطلب مركز تمانية يروح في الجناح ويفتح الملعب الدور اللي بيعمل عمر كامال أباح نفتح الفعالة أولاني بتاع الدور بيعملوا ليه وليه كان عمر موجود مش محمد هاني ليه ليه الاريحية كانت موجودة على الأطراف ليه عمر كامال صنع هدفين سواء راكلة الجزاء او الهدف العمل والترزيجية ليه فتوح صنع هدفين في المباراة والاعتماد على الأطراف والتفريغ تاني مع الوضع في الاعتبار ما بين قوصين إنه المنافس في المتناول لكن الفكرة احنا بنتكلم هنا على الفكرة وتطبيق الفكرة بدخول محمد صلاح كمهاجم وريك محمد صلاح محمد صلاح في كل الأوقات موجود فيه في كل الأوقات هو مش موجود كاجناح بيدخل جوه ولأه موجود مهاجم صريح بص هنا تيكت أول لقطة أو أكتر لقطة مش أول لقطة أو أكتر لقطة بيينت الرجل بيعمل عليه الرجل هتلاقي إنه دايماً صلاح في العمق والصلاح هو إيه تحتهو؟ على الدايرة لما تعمل اكسترابوليشن أو تمده كده على طول الخط هو موجود في مركز المهاجم موجود في السنتر موجود في العمر فكانت القصة كلها أنه نفط طول الوقت أنزل صلاح تحت يسحب معه للعيبة مع وجود مصطفى ساحب لعيبة أو حتى لما يفتح الخطة ساحب لعيبة يبقى عندي الجابها اليمين تحديدا ولتعامل بعد كده في شرط التاني على الجابها الشمال عندي اتنين لعيبة طول الوقت فاتحين الخطة في مساح سواء عمر تاني هرجع أقول الكسافة اللي تعملت بيها ده بسبب المنافس لكن أنت تقدر تعملها على أي حد ويتتعمل في طورة أفريقيا بالمناسبة بشكل مختلف فالشايف الصورة دي هوريك محمد صلاح موجود فين في كل الكادرات ونفس الصورة ونفس اللعبة يتعامل طوال المباراة لما بتلاقي نمط بيتكرر ده معناه شغل مدارد روح للبعدي هنا محمد صلاح فين؟ ليه؟ عنده اتنين هناك فاتحين الخط خالص اهو دي القرى في بدايتها وكرة ديها تكمل بعد كده جول هات اللي بعدين الفريم اللي بعد هنشرح الهدف تفصليا بس خلينا وقفين على ما كامل محمد صلاح فريم اللي بعد والمقصوب كلمة الفريم ده ان هو موجود في العمق دايما دايما هتلاقي في اتنين فاتحين الخط اتنين بيستغلوا ناحية اليمين وبعديها بقت تستخدم ناحية الشمال كمان اللي بعد محمد صلاح في الفريم ده لما يكمل هتلاقي محمد صلاح فين محمد صلاح ما كمل في العمق وراحش عالطرف خالص كمل اللي بعد نفس القصة الهدف الاولاني بتاع المنتخب محمد صلاح فين مركز الفريم مش في الجناح في الريم اللي بعده محمد صلاح فين ده الهدف اللي جابه صلاح الهدف الهدف الرابع محمد صلاح فين مركز الفريم في العمق مش في الجناح اللي بعده حمد صلاح موجود فين الكرة دي مالك عدش لصلاح لكن صلاح موجود فين موجود تحت الفروت في العمق فانت هنا بتتكلم على فكرة بس هو انا عايز برضه اقول نقطة هو كده كده الراجل بيدخل الهفين بتقعه بيدخلهم يعني انت لو تيجي نتكلم في المطشل ده ده بالذات عشان برضه نتكلم نقول للناس يا انت بتتكلم كلام نظبوط بس هو كده كده بيدخل مرموش وصلاح بيدخلهم وبيطلع مهونتا لما تيجي تقول عمر كمال عمل جنين فاتوح عمل جنين يعني معنى كده هو لازم يفضي علشان نازجت فمش هيبقى صلاح فاتح وهيبقى عمر كمال فاتح ومثلا مرموش فاتح فلازم يخشه فاحنا كان بيعمل كده دخل الاتنين ودولا تفتحين والديفندرات بتاعتنا كانت هي اللي بتلب اكنهم بكات التلاتة لو تيجي تبص ارجع للسور هتلاقي التلات ديفندرات واحد هو اللي بيعمل الباص هتلاقي زيزو على يمين هتلاقي بالزبط يعني لو تيجي تبص دايما بص هتلاقي حد فاتح وحد واقف وهم التلاتة داخلين جوه يعني هي دين نوع اقول لك المقص اللي انا اصدوها يا كابتن حاسم لم تيجي تقسم الملعب بالطول بتقسمه الخمس قنوات بالزبط قويس القناة القناة على الطرف اليمين قناة على الطرف الشمال اتنين في المسافة ما بين الباك والقلب الدفاع والباب والقلب الدفاع والفروت بزرط المعتد من صلاح اللي كان بيحصل قبل كده نفس الفكرة بتاعت كولر قالوا هي دخول بيرسيتاو للعمق دخول حسين الشحات للعمق والرجل بيشتغل طول الوقت في القناة رقم اتنين من هنا والقناة رقم اتنين من هنا صلاح النهارد ايه اللي تغييره هو مش في اتنين هو صلاح في قناة ثلاثة في مكان الفيلم في كولر بيعمل حاجتين بيعمل اوقات يفتح بزرط بيرسيتاو وحسين الشحات ويخلي امام او وهاني بيخش مجلسة بفول باك تحتهم ديانج يروحوا دخلين في العمق طبعا وقاة يروح مدخل ده ويخلي هاني مليون في المعين وعلي معلول اصده في النموذج التاني بتتكلم عليه اللي هو حتى مع دخول الجناحين دخول تاو حسين ده اللي كان بيعملوا صلاح قبل كده وكان بيعملوا مرموش وتريسجي قبل كده ويخش للعمق بس جاي منين ما انشئ الهجمة او الست بلاي وانت واقف جاي منين هو جاي من عطار في داخل في العمق جاي من عطار في داخل في العمق لأ هنا صلاح في كل مراحل اللعب اللي جبتلك في كل اللجوان هو في العمق من الأول هو بينعب فرود او تحت الفرود من الأول ليه عشان استفيد من فعالية صلاح اللي ساعد انه جاب 4 جوان موقف ماتش جيب جون بس اللي ساعد انه جاب 4 جوان المنافس منافس ساعدك على ده هو فرقة البعوث اللي هي كانت جاية تقابلنا رمنا ليهم طبعا يعني يعني عارف انت أمو كانت جايبين فرقة من البعوث وكده فكانت جاية تلعب منتخب مصر بس خب بالك منتخب جبوتي هو منتخب من المنتخبات اللي مش كبيرة في القرار الأفريقية ناشي بس بس احنا تعودنا انا مش عايز برضو ايه احنا يعني مش عايز دايما بنسعب نكبر الأمور قوي لأ المنتخب اللعب كويس قد أداء سيطارة كويسة خب بالك منتخب المنتخب الناجيلي تعادل مع رسوته على ملعبه على في ناجي واحد واحد يعني عاو فيه منتخبات سهلة هي طبعا سهلة لا وفيه منتخبات تانية كسبت خمسة وستة وسبعة منتخب جزائي احنا كنت بور بات ليه وتونس يعني كل المنتخبات اللي هي اسمائها كبيرة كسبت مكسب كوي المنتخبات دي هي اللي كان بتعكسنا وغالبا هي اللي ما بتخناش نسعد في كسر اللي لا وفي نقطة افرحنا نكسابه من ستة سفر هو منطقي طبعا نكسابه من ستة سفر ده طبيعي ممكن نكسابه مكتر بس ساعات بني انا بس عايز اقول لك نقطة كابتن حاسم اه متفى معاكم اليوم في الماء انا قلت اول كلمة افرح من المنافس السعدة بس انا عايز اقول لك معلوم نادي الزمالك نادي كبير ولا لا رغم ان حالته مش في افضل شيء بس فرق المستوى بينه من فرق فرق ما اصلا من جبوتي يبقى فرق يد ايه مهما كان الزمالك وحش فرق كبير جدا صح في سبع لعب من اللي في الملعب دول سبع لعب في الملعب وعشرة من اللي في السكواد فرقة قرطة صلالة كسب الزمالك نادي الزمالك نادي الزمالك يعني اقصد ان انت بالتعاون كان ممكن تبقى يجعل في مشكلة يعني انا مش معاك في دي لان المدير الفني هو اللي سبب خسارة نادي الزمالك عظيم بالعكس انت كده معايا جدا انت كده معايا جدا يعني خلينا نتكلم المدير الفني نادي الزمالك هو سبب خسارة كابتل حسن بان عليش انا بقاطع هو احنا مسلا مختلفين احنا التلاتة لانه الطبيعي ان الزمالك كان يكسب قرطة صورة دي عشرة فاكيد كان فيها اخطاء فنية من المدارب يا كابتل كريم لا عليش حاجة في الاحلام فهو سبب خسارة الحمد لله بقى ان المدير الفني بتاع المنتخب معاكس شلوهات تغريبة اهو ده انا بتفعلي